اشتركوا في القناة حياكم الله إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية اليوم نحن وإياكم في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك مشاهدينا فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم إخوتي أخواتي في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيفة هذه الحلقة السلام عليكم وعليكم السلام شارك حيبي طبعا مشاهدينا برنامجنا يحتوي على ثمان مكعبات وفي كل مكعب هناك سؤال يوجه لضيف الحلقة المكعب الأول والسؤال الأول اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك حسين على عباس عمر 15 من قبلة المكعب الثاني والسؤال الثاني في أي مرحلة دراسية ثالث متوسط المكعب الثالث والسؤال الثالث والسؤال الرابع والسؤال الرابع شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان هو الصوم وعبادة الله والمحبة والاستغفار ومسامحة الآخرين خلوك هنا حبيب حسين مشاهدينا فاصل ونعود إليكم عدنا وياكم مشاهدينا في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب الخامس والسؤال الخامس إشلونك ويصوم العبادات؟ أصلي مني أذن أصلي وإنه أفطر أكمل فطور دبل قراءة القرآن أكمل قراءة القرآن أروح للدراسة أكمل دراستي وإنه أبقى عدة براحة بعد المكعب السادس والسؤال السادس إشلون تقسم وقتك في شهر رمضان المبارك؟ ساعة للقرآن وساعة أقرب ساعة أقربها أو ساعة وحدة وساعة وحدة ألعب المكعب السابع والسؤال السابع الذي يوجه لك في شهر رمضان تحب تكون بيا مدينة أو بيا عتبة؟ وليش؟ بمدينة كربلا بالعتبة الحسينية والعتبة العباسية أنا أحب كربلا وما أحب أطلع غير كربلا بعد هذه المدينتي ووجوها رمضانية تختلف المكعب الثامن والسؤال الثامن هو الأخياء من أنت صايم في رمضان شنو تتذكر؟ أتذكر عطاف الحسين أتذكر ذاك اليوم كان بي في مصابة هس أنت شفت أبو عبد الله شو تحب تقول له أو توجه له؟ أخدم زوارة وأبني لبيت أبني بيت وشارع أسوي شارع للزوار وكل الخير في باب حسين شكرا لك هايب حسين شكرا لكم مشاهدينا أخوتي أخواتي فاصل ونعود إلى مسك ختام هذه الحلقة عدنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة وبالختام حبينا نهديكم هدية على وهو حديث من حديث باقر علوم أهل البيت قال الإمام الباقر عليه السلام الصيام والحج تسكين القلوب مشاهدينا إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية في آمان الله